بدأت تضضح الصورة ما الذي حدف طبعا سوف أروي لك ماذا يقول الجانب الإسرائيلي يوم الخميس كان هناك اجتماع أمني عالي المستوى شارك فيه طبعا عدد من كبار الوزراء وتم اتخاذ القرار بالمصادق على عملية انصرات وبالفعل حدفت اليوم هذه العملية كان هناك بيتين بيت فيه الشاب نوعر جماني والتي اشتهرت في إسرائيل وبيت آخر وأيضا في انصرات فيه الثلاثة المحتجزين الآخرين دخلت القوات الإسرائيلية وطبعا مستعربين وقوات خاصة تابعة لليمام وهي القوات الخاصة تابعة للشرطة الإسرائيلية بتنسيك كامل من الجو وبكل الهدوء إلى تلك المنطقة متسللين بعد ذلك اقتحموا المنزلين وهنا بدت الاشتباكات والاشتباكات كانت عنيفة جدا كما قال الجانب الإسرائيلي السيارة التي فيها نوعر جماني يبدو بأنها قد انطلقت بسرعة ولم تواجه مشاكل لأن العملية كانت جد سريعة السيارة الثانية هي التي وقعت بسبب خلل فني كما قال المصادر العسكرية الإسرائيلية وهنا حدفت الاشتباكات القاسية لأنه كان هناك استدعاء للفرقة 98 التي دخلت إلى داخل مخيم انصرات وبدأت بيطلق النار بشكل عشوائي جدا باتجاه المدنيين الفلسطينيين وكان هناك إصابات عند عدد من الجنود الإسرائيليين الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا كما قال حيجاري الناطق باسم الجيش بإصابة أحد الأفراد بجراح خطرة أي أننا نحن لا نتحدث عن أنفاق تحت الأرض نحن نتحدث عن بيوت هذا الذي بات واضحا الآن بعد ذلك تم إخراج كل هذه القوة باتجاه منطقة آمنة ثم استخراجهم عن طريق المروحية إلى غلاف غزة ومن غلاف غزة وصلوا إلى تالها شمير المستشفى في تال أبيب تجرى لهم الآن فحصات طبية وطبعا هناك متابعة لهذه المسألة نتحدث على الأقل من 55 شهيدا فلسطينيا لغاية 100 يعني لغاية الآن يتم إحصاء عدد الشهداء هناك شهداء في مستشفيين وهناك شهداء ما زالوا في عين المكان الذين يتم نقلهم وذلك للصعوبات المعروفة سياسيا بني جانس الذي كان مفترض اليوم أن يعلن استقالته أجل الموضوع ويبدو أنه سوف يلغي هذا الموضوع لغاية أجل غير محدد بموضوع الاستقالة من مجلس الحرب الشارع الإسرائيلي يعيش بهجة احتفال وبلا شك بأن هذا سوف يعتبر بأنه انتصار مهم للجانب الإسرائيلي ولكن هناك السياق السياق بأن هذه العملية العسكرية حدفت بعد ثمانية أشهر من وجود الجيش الإسرائيلي داخل قطع غزة استخدام الطيران الحربي استخدام المجسات استخراج المعلومات الاستخباراتية من المقاتلي حماس الذين تم اعتقاله أو حتى المدنيين باستخدام التعذيب كما تم تأكيده من كافة الوسائل الإعلام وطبعا حتى قبل يومين كان هناك في المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبة بإغلاق هذه المقرات التعذيب التي يتم تعذيب فيها المعتقلين الفلسطينيين مدنيين أو مقاتلين وطبعا في أطباء استشدوا في ننتيجة التعذيب الآن بعد ذلك هناك سياق آخر يتعلق بكيف سوف يتم ترجمة هذا الذي حدث سياسيا اليمين الإسرائيلي سوف يطرق على الطاولة مرة أخرى ويقول هذا الحل العسكري هو الحل الوحيد الذي يمكن له أن يؤمن سلامة المحتجزين ولكن العائلات تقول هناك 120 آخرين ما زالوا في قطع غزائف علينا أن نصبر كل ثمانية أشهر لإخراج أربع من المحتجزين فنحن بحاجة إلى سنوات لإخراج البقية تحديدا وأن العملية العسكرية ما تزال مستمر ماذا بخصوص الصفقة يعني من المخجل أن نتحدث بأن هذا الموضوع بات يعني ليس على يعني مكررا ولكن مبتفلا بأنه كل عدة أسابيع نتحدث عن الصفقة وعن المفاوضات وعن الضغوط الأمريكي وعن تلاخي أمريكي وعن العودة إلى طاوة المفاوضات ولكن هذا بالنسبة للمفاوضة الإسرائيلي نقطة قوة لها بعدين البعد الأول بأنه يريد أن يفرض شروطه لأنه يريد تسجيل الذي يحدث كانتصار ولكن البعد الثاني يمكن أن يزيد من عناده بالقول تحديدا عند المتطرفين نحن يمكن أن نصبر قليلا ونخرج المزيد من المحتجزين هذا عمليا يؤدي أيضا ويمكن ترجمته بأنه إذا إسرائيل أرادت صورة انتصار هذه هي صورة الانتصار وبالتالي يمكن أن الحديث عن ووقف اطلاق النار ولكن من المستبعد الآن أن يتحدث أحد في إسرائيل عن صفق التبادل ووقف اطلاق النار طالما هناك هذا الحدف الجلل الذي يحدث وهو بالمقييس العسكرية جيش إسرائيل لمضرب أحدث التكنولوجيا العسكرية مقابل مقاتلين فلسطينيين احتجزوا مجموعة كبيرة من المحتجزين الإسرائيلي وهذه لم تكن خطتهم بطبيعة الحال وهم الآن ينتشرون في منطقة قطاع غزب مخيم انصراط مخيم مكتف جدا ولافت أنهم لم يكونوا في أنفاق وهذا يعني بأن هذا السلاح سلاح الأنفاق الذي كانت تتمتع في حماس والذي تم يعني تطخيمه من قبل الجانب الإسرائيلي بشكل مهول جدا يرضو بأنه لا تستخدمه إذا لم تستخدم حماس الأنفاق الآن فمتى سوف تستخدم الأنفاق على اعتبار بأن كان المحتجزين في بيوت وليس في أنفاق البعد الثالث هو يتعلق بالمعارضة الإسرائيلية الآن المعارضة الإسرائيلية سوف تصمت سوف تصمت لغاية عدة أيام لأنه الآن هذه البرهين التي أرادها سموترش ومينجفير ونيتنياء وقلنت الحديث عنها قد حدفت وبالتالي المعارضة لا تملك من نفسها الشيء اليوم في مظاهرات تل أبيب في السبت سوف يكون هناك مظاهرات ولكن سوف يكون هناك مشاعر مشاعر يعني مختلطة ولربما هذا سوف يؤدي العنف داخل المجتمع الإسرائيلي بين المطالبين بوقف اطلق النار والذين يستجدون بوقف اطلق النار وبين أولئك الذين يلوحون اليوم بالأعلام الإسرائيلية الذين يبتهجون ويقولون انتصرنا وبالتالي أولئك الذين يطالبون بوقف اطلق النار هم خواني وهم عدمي الوطنية ولا يريدون لهذا الجيش الإسرائيلي أن يستمر بهذه العملية العسكرية طيب أولئك المحتجزين مهم أن نعلم بأنه كانوا بانصراط يعني ليس في رفع يعني الجيش الإسرائيلي عندما غزى كل منطقة قطاع غزة بقيت رفع كان يقول بأن المحتجزين في رفع طب الآن العملية في انصراط في الشمال يعني طبعا هي في وسط قطاع غزة ولكن هي بعيدة عن رفع هذا يعني بأنه هناك محتجزين لربما في بيتحنون وفي بيتلاهي في أقصى الشمال من يدري وهذا يؤكد بأن ما رواجته إسرائيل بأن المحتجزين موجودين في رفع وعلينا أن نقوم بعملية عسكرية في رفع هو وهم بأن هناك محتجزين في عدة مناطق منتشرة